وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لكل ملوك الأرض أيضاً برسالات يدعوهم فيها إلى الله أيكم أقرب من هذا الرجل أنا يا سيد القيصر هل هو ذو حسب فيكم؟ نعم فهو ذو نسب فينا هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قبل أن يقول إنه نبي هو الصادق الأمين في مكة وهل تبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ بل ضعفاؤهم يزيدون أم ينقصوهم؟ نزيدون سيد القيصر وهل ارتد أحد منهم عن دينه؟ لا لم يرتد أحد لو كان كلامك عنه صحيح فهو نبي ولو أني أعلم أني أخلص إليه لا أحببت لقاه ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي وعندما وصلت رسالته إلى كسرة ملك الفرز مع عبد الله بن حذافة فلما قرأها مزقها فدع رسول الله عليهم أن يمزقوا كل ممزق بعد أن نقاتل الروم في مؤتة هذا قتال لا بد منه فقد أشعل عرب الشمال الصراع بين المسلمين والروم وكذلك قتلوا سفير النبي سننتصر بإذن الله ولا شك في ذلك غدرت قريش ونقضت عهد الحديبية بمساعدة بني بكر حلفائهم على خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أستار الظلام وعزم رسول الله على فتح مكة وتأديب كفارها إن قريشا نقضت عهد الحديبية أظن أن فتح مكة يبدو في الأفق ماذا تقول؟ أتوقع فتحا قريبا بيننا وبين قريش ألا تذكر سورة الفتح التي نزلت بعد صلح الحديبية؟ وبشرتنا بنصر قريب ففتحت خيبر وبشرتنا بنصر بعيد فلعلها مكة إن شاء الله ما هذه النار؟ لكنها نيران عرفة إنه محمد وأصحابه آلها من أيام عصيبة على مكة وأهلها مرت الكتائب بألويتها وقادتها كتيبة كتيبة على أبي سفيان لا قبل لنا اليوم بمحمد وأصحابه وجيشه الجرار لا له من يوم ناصر وفتح الله لنبيه مكة المكرمة وعاد إليها منتصرا بعد أن طرده أهله منها لقد عفى رسول الله عن أهل مكة فهم أهله وعشيرته أخ كريم وابن أخ كريم كان صلى الله عليه وسلم يقول وهو يطعن الأصنام بعود في يده جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زبقا وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة وكان مشهدا عظيما عندما اعتلى بلال الكعبة وأخذ التكبيراته تملأ كل أرجاء مكة وتعل فيها كلمة الحق على الباطل لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن يده أشهد أن اهد أن يده عز على الوثنية العربية الجاهلية بعد فتح مكة المكرمة أن ترى راية التوحيد تخفق في رحابها وأن تتحكم الأصنام التي كانت فيها فاجتمع رؤساء القبائل المجاورة لها في الطائف على مالك بن عوف النظري سيد هوازن وحشدوا جموعهم بين مكة والطائف وراء عرفات إلى جهة الشمال في وادي حنين وقيل وخافت هوازن وثقيف وقالوا قد فزع محمد لقتالنا فلنغزه قبل أن يغزونا وأجمعوا أمرهم على هذا وأولوا عليهم مالك بن عوف النظري وكان رأي مالك بن عوف أن يخرجوا وراءهم النساء والذراري والأموال حتى لا يفر أنا مالك بن عوف النظري سيد هوازن أدعوكم لغزو محمد قبل أن يغزوكم نحن الأكثر عدداً والأعظم شأناً ولن نهزم اليوم من قلة لقد غطر المسلمون بكثرتهم فلم تغني عنهم شيئاً أبيدوهم عن آخرهم لا تتركوا أحداً منهم حية اربوهم بالدمير حياً ارجعوا أيها المسلمون ارجعوا وانتفوا حول رسول الله حمي وطيس المعركة ورسول الله على بغلته في قوة وثبات رسول الله يرمي المشركين بحصيات ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لقد أيد الله نبيه بنزول الملائكة وألقى في قلوب المشركين الرعب صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم